لأ. من فنيكس يوتين بلاي واحد من اشهر المبالات في نصر اللي معاه النهاردة فيه واحد وعشرين عيب حقيقي في المبالدة. من عيوب مهمة ومنهم عيوب عادية ومنهم عيوب موك ما تفقش معاك. فيعني مش كل العيوب كده مهم يعني. فتاخد بالك وناخد الفيديو كده على رحب. لان مش عايز اخدعكم بصراحة وعاوز اقول لكم كل عيوب اللي ظهرت مع المستخدمين من العيوب اللي انا شخصا واجهتها. فعاوز في فيديو موايزات قلت في موايزات جامدة جدا قلتها على المبالدة. شوف فيديو موايزات من اول تعليق تحت او من الايل اللي فهو دي. ايوا الايل الظهرت لك دي. شوف فيديو موايزات منها اكتر من تمانية وعشرين ميزة حقيقي في المبالدة قلته. فروح شوف الفيديو ومش عايز تقول عليك اكتر من كده. وكل عادل. السلام عليكم. معكم على رمضان. وانتبت تفرج على قناة المصري على اليوتيوب. سهلا بكم فيديو جديد ويلا بنبدأ الفيديو نبدأ كده على بركة الله واحد وشي نعيب. وحابة اقول لك انت لو مش عايز تعمل لايك ولا اشتراك بالقناة ولا ادفع على جرس التنبقات ولا الكلام ده كله براحتها خالص والله. وميما يكبرك على حاجة. لان كفاء اغشار في ان انت انا ارطيني في القناة اخترت الفيديو بتاها من ضمن الفيديوات المقطعة حاليك. فدي حاجة صداني مش قليلة بالنسبة لي. ويلا بقى نبدأ الفيديو وعرجوك تغب رأي. لو مش عاجبك الفيديو عمل ده سلايك. عادي بقى لك شغل لك حاجة. ويلا بنت. اول حاجة الجراب اللي بيجي في العلبة بتاع موبايل ده. هو مش سيليكون. مش سيليكون مارن يعني. هو جراب بقى نجراب بلاستيجي كده. فما تحاولش انك تحرك الموبايل يعني الجراب ده تطبقه بيدك كده. لانه سيد ده ناكسف. لانه مش جراب مارن. وده ان فينكس عملته عشان لونه ما يصفرش مع الوقت. بعد فترة زي ما الناس بتشتكي من الجرابات السيليكون اللي هي الطرية دي. بتصفر مع الوقت. فان فينكس خلته ما بيصفرش وخلته بما اندهيش نشوية كده عشان ما يصفرش مع الوقت. بس خلي بالك ده عرضه الكسر بسهولة برضو. اما بقى بالنسبة للتصميم فعندي تعليق سلبي على التصميم. اه الظاهر الموبايل هنا الامع بيطرها غبية شوية. اللي هو يعني سهل جدا ان هو يتخدش منه. فحاول حاول. لو هتاخد الموبايل ده يعني حوال ما تخطوش مع مفتيحة او مع عاملات معدنية فضة وكده. لان سادانة هتندم جدا بعد اول اسبوع زي ما حصل معاييرك. معلنا شاشة الموبايل هنا بدقة مع حجم املاق ستة فاصل وتعونين من مية. ليه ان فينكس ليه? الشاشة هنا ده جودتها ضعيفة. هي واقل وانا ازاي هي وحلوة وده اللي يمكن بخلي معظم الناس مش ملاحظة. ان شاشفها حاجة غريبة. بس الناس اللي عندها ده ملاحظة وكده. اتلاحظ ان الشاشة هنا ضقتها ضعيفة انها تحسها من ميلة بسيط كده. لو بخصوصا تحت الشمس. اتعرف الكلام ده. لان اصلا سطاها مش عالي. وبالاضافة ان جودتها ضعيفة. بنفس الفاس الاداية الالافين جنيه. هتلاقي ارض مضايل مسلا. بقدم لك شاشة بجودة اعلى. فل اشتري براس. هي واقل نفس السطاة اللي تعبين شوية هنا. تحت الشمس بس بجودة اعلى. يعني كفاء ان انت تشوفها وضعيفة الاماكين العادية. عادي. في ناس ممكن ما يفرقش معها الشاشة اهم حاجة عندها الاداء وحاجات اللي هنتكلم عنها شوية كده. خلال نبدو بقى نتكلم على الحاجات التانية. هده الموبايل اللي هنا متوسط. ما تعليش بتسافط ومحاطك يعني اكتر من كده. لان المعالج انا ميدي تيك جي خمسة بتلاتين. يا دوبا يشغلك بوب زي ومعظم الالعاب بعدادات جودة متوسطة مع تقطاعات خفيفة. تقطاعات خلي بالك. ها? مش تهنيج. في فرق. تهنيج ده اللي هو بيخرج خلص من اللعبة. لما هده تقطاعات. يعني يا دوب اغلس عليك كده شوية بعد نص ساعة كده من اللعبة وما بتيدي يسخن. بس. ده على جودة متوسطة. عايز تلعب من غير تقطيع يلعب على الال جودة يتعداد. طبعا تبقى جودة ليه لشوية بس داني هتحس انت مستمتها اكتر. هتلاقي اللعبة اشغالها في سلسة اكتر معك. وليه هتلاقي تقطاعات الخفيفة دي. ليه يعني الكلام ده بيحصل? عشان معالج الرسوم هنا ضعيف يعني معالج الرسوم بتاع تشغيل العلعب هنا لانه القديم اللي باله تلات سنين والله بينزل في موبايلات. زي وموبايلات القديمة خلاص اللعبة بي اتنين وعشرين. نفس المعالج الرسوم بتاع او فاكر انت صح اكيد. تمن تلاف تلتمائه وعشرين. نفس المعالج القديم اول اللي هو خلاص يعني. مش الشركات تستخدمه دلوقتي. شعر في مفينيكس اللي مصرر يعني مصرر على كده. معالجنا. ندخل على الكاميرا بتاع الموبايل الكاميرا الامامية هنا مش احسن حاجة. هي اوه وتمانية ميجا بيكسل وكل حاجة. بس بتفرقع على الصورة وتفاصيلها قليلة. قلت له ان في فلاش امامي كانت الكاميرا الامامية دي راحت في ادها هي حرفين زي ما بقول لك. الفلاش الامامي هو اللي بيحسن الصورة شوية. بس انت بالنهار مش هتستخدم الفلاش. فالصورة هتطلع مفرقعة شوية. الخلفية هتلاقى ضربة خالص وراك كده. ساعات تلاقى وشك مضلم وخلفها وراك مزبوطة. يبقى ايه فارع على الخلفاء اللي وراك ما يبقى شبانة ضباب. ووشك يبقى حلو. فهم? بحالات. اديت عديد السوفتور ممكن يزبطها يعني. ممكن ما تستمرش المشكلة دي. بس انا حبيت اقول لك للامان عشان تبقى عارف ما تقولش ان ضحك عليك او ان انا بقولتش العبدأ. نفس الكلام الكاميرا الخلفية. بس الكاميرا خلفها بصراحة بصراحة كده انا مش حسسها تلتاشر ميجابيكسل. ان كان انت من الصور اللي عبارض عليك دي عارض عليك دلوقتي اعكد انت هتشوف الصور عاملة ازاي. دي صور كاميرا تمانية ميجابيكسل وان كان اقل كمان بصراحة لا لا تلتاشر ميجابيكسل دي مستحيل. دي مش كاميرا تلتاشر. تفاصيلها ضعيفة وبتلعب في الصور جدا بتحسها كرتونية كده. لما بتصارع اشغاص. وتفاصيلها ممسوحة. الرغم ان في مبيلات بنفس السعر بتقدم كاميرات احسن. سبحان الله مش عارف ان فينيكس بتستخدم الكاميرات دي بيتجيبها منين بصراحة. اما الكاميرا التانية الخلفية كاميرا التانية يعني هي اي او هي عن الزكاية الصناعية. مالهاش تازمة خالص. مش عارف رضو موجودة لي. انا مش هتلاقي كاميرا التانية عندك غير كاميرتين دول. يعني مسلا مش هتلاقي كاميرا مايكرو للتصريح عن اورب. اعتقد دي مش هتحتاجها يعني الى لو انت ودكتور سينام. او ممكن تحتاجها احنا في الصيف والنملة طلاسة. ممكن تصور النملة وتشوفها التفاصيل بتاع المخلوقات الكريمة دي. لا لا حقيقي التصريح في المبيل ده هتقولها شوية. انا مفيش كاميرا التصريح عن اورب المايكرو ويه. مفيش كاميرا للعزل كمان. حتى كاميرا التصوير الزاوية واسعة اللي موجودة في بنفس السعر مش موجودة هنا. فليه? ليه انفينيكس? حتى اخي تصوير الفيديوهات هنا بتاع الموبايل. مفوش ثبات الكتروني في تصوير الفيديوهات. مش عارف ليه يعني. اي حاجة كده ترفع تحسسك بالتغيير على اللوت نايم بليه الاعدا من ده. لكن ده لازم من فينيكسك هتقفلك في حاجات ماينا. ولكن ما تنساش المواجهات الجامدة اللي قلتها في فيديو المواجهات. اما بالنسبة للكاميرا الامامية او الخلفية مفيش اي حاجة خالص تحسن تصريف الاضاء الضعيفة غير الفلاش بس. يعني مفيش نايت مود بيحسن من الكاميرا وبالليل في الاضاءات الضعيفة عموما. مفيش كده. وهي طبعا ان هنا اشك ان البليوتوز بتاع الموبايل اصدار قديم شوية. عشان لو كان الاصدار الخامس للاحدث حاجة يعني كنت اتلاقي ان فينيكس قالت كده. انه احدث اصدار. كانت ان فينيكس وضحك كده على الموقع الرسمي. وده معناه ان البليوتوز جاي بالاصدار رابع مثلا قديم. وبطيق شوية في النقل خاصة ان شرقة انت عارف دلوقتي بقى يستخدم البليوتوز مع الواي فاي زي ما انتم عارفين. ده شرقة اموما بقى له سنة على الحال ده بيستخدم البليوتوز في النقل. فلازم البليوتوز يكون سريع. انما هنا البليوتوز عادي. فده اللي لاحظته يعني. بالنسبة للفتح الوجب بتاع الموبايل ده يعني هو اتحسن عن الاحجال اللي فاتيت. الوطنين بلاي والويت ايت والكلام ده. اتحسن عنهم. ولكن ما وصلش ان هو يبقى اصدار في سنلوك الفسراتي. هو مازال بطيء واحيانا بيعلى. يعني خصوصا لو اقرأنته بمسلا او موبايل من ريلميز او ريلميز احد واشر مسلا. هاتون طيارة حرفين. دول ما بيحاشي يشوف في الشكل ليه فتح. انما هنا لأ بيعرف على وشك كده جزء من الثانية وبيفتح. سبب كلمك في السرعة بس. هو بيعلى احيانا لو لدها ضعيفة. ودي حاجة مشش كويس. في الموبايلات التانية بيفتح في لدها ضعيفة برضك لانه بيعلى نور الشاشة على الاخر. سطوع بتلاقيه لنهور شاشة كده على الاخر في لدها ضعيفة وشاف وشك برضو فتح. لما انا سطوع الشاشة ضعيفة. فولما بيعلم تنور في لدها ضعيفة يعني في الضامة مش الشاشة مجلونها مش عليها وفاة بالتالي يا حانا اللي يفتح واحيانا لا. تلاقيه بيعلى ورد. وعيب انفينيكس الزريع اللي كل فيديو يقول عليه. في كل فيديو مبال انفينيكس بقول مليان اعلانات. هتلاقي اعلانات مستفزة قابلك في معظم اماكن حتى درج التطبيقات وسط التطبيقات يا اخي اتلاقي اعلانات التطبيقات والعب تانية. اللي حلوها قاتل لا بالله. انا مش عارف يعني. وبالنسبة للتصور في ده برضك يعني بالنسبة لجيبنا الكلام عنها فما فيش ماريك اضافي عازل للدوشة سواء في اصول الفيديو او في المكلمات. الدوشة اللي حواليك هتطلع بالملي في المكلمة او في اصول الفيديو. وبين المناسبة الموبايل دوت مفروحش اي سماعة اساسية خالص تحت الاغاني. سماعتك الاساسية هي سماعة المكلمات. مفيش سماعة اساسية تحت تعتمد عليها يا خالص. اعتمادك على الصوت في الموبايل دوت هيكون من خيال سماعة المكلمات. هتشغل منها كل حاجة بقى. صوت الاغاني والالعاب وتعمل منها مكلمات طبعا. ودي بقى ضغط عليها وهتقيق دعا تبوض اصلا. لان هي اصلا صوتها مش عالية اوي. صوتها في المتوسط. وانك تحت متوسط كمان. في مبالك بقى لما تستخدمها مكالمات وفي الانغاني وفي كل حاجة تبقى سماعة اساسية في الموبايل. لا مش عارف مش عارف بالنسبة للناس اللي بتلعب بابجي وكده ما فيش مستشعر جهاز كوب حقيقي. وده يتعبك في بابجي. لانه هيبقى شغيرة من خلال بس. مش من هاردوير. يعني مش دقيق وقعت لي بيهيز كده معظم الوقت. معلينا وخلاني شوف اللي بعد. كده معافز الموبايل هنا بشحن قديم. ليو اس بي. مش طايب سي زي الموبايلات اللي بنفس السياري مسلا. لا هنا برضك. مايكرو اس بي قديم. يمكن حتى دي ونوكيا بدأت تعمل طايب سي. انه ما فيش كده. معلنا. الشحن اللي في القلبة بتعني موبايل لعشرة وط بطيء جدا. رغم حجم البطرية اللي عملاقة ست تلاف ميلا امبير. الى ان انفينيكس مش مخليها الموبايل لعم الشحن السريح حتى. الوقت يشعر انت شحن سريع مسلا غير البطيء اللي في القلبة فاشن سريع لا. هو ما بيدعمش اصلا شحن السريع. فقدم مش عارف ليه. بطرية جوية ستة الاف ميلا امبير. كان مفهول على الهل شحن تمنتاشر رط كده حسسك بانجاز. وطبعا عاوز اصدقك وقول لك افرح. بكده خلصه لواحد وعشرين عيب لحد دينا. خلنا او اوضح لك بقى ان كان دول واحد وعشرين عيب تقايم موبايل. يستاهل كم من عشرة ورأي المصر في ان فينيكس هو التنبل ايه? هقول لك دلاتي. تقايم الموبايل ده سبعة من عشرة. ايوة سبعة من عشرة. مش هادر اعديله تقايم اكتر من كده. صدقني مش هادر اديله. صدقني لو هادر اديله هو ايه. بس ما اعطراش هديله اكتر من كده. سبعة من عشرة. في الموبايل ده استحقق انك تشتري. لاستخدام خفيف. او لو هتجيبه هداية للحاج. او الحاجة في عيد الام. لان سرع الموبايل ده النسخة الاربعة واربعة وستين جنيه. عاوز اقول لك ان الان في المية وخمسين جنيه دول انت ممكن تزود ميتين جنيه او تلتمين جنيه عليهم بس. واحرفين هتاخد ضعف المواصفات دي في شاومي او في او سامسونج ام اتناشر. كل دي موبايلات من شركات تانية بطير فوقع الموبايلة في حاجات كتير. بمعنى ان التلات موبايلات دول اغلب امتين او تلتمين جنيه بس زي ما قلت لك بس هتاخد معالج اقوى في العاب من في هنا. وكمان هتاخد كاميرات احسن وشحنة اصرع وشاشة افضل بالوان وسطوع اعلى من هنا تحت الشمس. وكمان طبعا يعني اما اقدرش عنكر ان بيدي لك مميزات تانية حلوة كتير. قلت عليها في فيديو مميزات اذا تروح تشوفه. مميزات جامدة جدا في الموبايلة. هتلاقيها في اول تعليق تحت. شوف فيديو مميزات ما قلت تعليق تحت. مميزات جامدة قلتها غير العيوب اللي انا قلتها دي. كعادة لو مش عايز سيمة اللايك ولا شروعك بالقناة والكلام ده ما تعملش برحتك عادي kan. واتنساش هم يا حاجة تشوف فيديو مميزات زي موالتلك عشان تعرف المميزات المخفية. وإلى هنا قلع لك وصلاف الحسن فكر اني بحبها في الفيديو كله وفاكرة الصلاة على النبي. ولو احسن تبع المصلافين اللي انابيا للسولة والسلام. اللهم صلاة على محمد. اللهم صلاة على محمد. اللهم صلاة على كان معكم او الله ممكن لقلبكم معكم على وقتهم اشوفكم على خير سلام عليكم ولا اله الا الله